عربية الاساء عربية الاساء مشاهدين اهلا بكم الى هذا الموجز والى عنوين اهم الانباء مدرب المنتخب الجزائري الازمة السياسية مع المغربي لن تؤثر على رحلتنا الى مراكشة كانت هذه اهم العنوين والان الى التفاصيل اكد مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي انه لا يعتقد ان الازمة السياسية مع المغربي ستؤثر على رحلة منتخبه لمواجهة بورك نفاص على ارضية ملعب مراكشة الكبيرة وقال بحسب ما نقلت جريدة الشروق الجزائرية سنذهب بطموح تحقيق نتيجة ايجابية في بلد جار نتمنى ان تجري الامور كما يجب وما يهمنا هو الملعب والارضية وتابع سنلعب في مراكشة ويفترض ان نتحصل على افضل استقبال ممكن والسفر لمدة ساعة فقط امر رائع بالنسبة لنا لانه لن يؤثر علينا بدنيا وسيسمح لنا بالاسترجاع بشكل سريع واوضح سنلعب على ارضية ملعب جميل في مراكش وخوض المبارة بالمغرب لن يطرح اي اشكال والاهم عدم خوض سفارية طويلة وسيواجه المنتخب الجزائري برسم اقصائيات كأس العالم 2022 منتخب بوركينافسو يوم 17 شتنبر بملعب مراكشة نظرا لهدم توفير بوركينافسو على ملعب يستجيب لشروط الاتحاد الافريقي لكرة القدم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة